اشتركوا في القناة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر ان التهديد الارهابي لا يزال باقيا في سوريا على الرغم من استمرار وخف اطلاق النار في معظم اراضي البلاد ويربط التحسين الوضع في سوريا بنتائج جينيف تعزيزات عسكرية للفرقة الرابعة وقوات الغيث تصل الى محيط درع البلد تزامنا مع قصف على الاحياء المحاصرة والنظام يتوعد بحملة عسكرية بعد فشل المفاوضات بحسب وكالة الانباء الالمانية باحث اقتصادي يكشف ان 70% من السوريين يعيشون على الحوالات الخارجية في ظل صعوبة العيش وترد الاوضاع الاقتصادية في سوريا رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة يبدأ اعتقاده بوجود تغيير ولو طفيف في موقف الادارة الامريكية الحالية تجاه الملف السوري ويشير الى اهتمام بلاده ومصر وبعض الدول العربية بعودة سوريا الى مقعدها في جامعة الدول العربية